يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم عودة بعد غياب كان بالنسبة لنا طويل وحشتونا وحشنا جماهير السادسة أهلا وسهلا بحضراتكم نبتدي مع حضراتكم بتهيالي مش بس حلقة جديدة لكن كمان بداية مرحلة جديدة مرحلة عنوانها نقطة ومن أول السطر ليه بقول كده؟ لا أكتر من سبب الحقيقة لأنه بنهاية مبارات سانداونز مبارات الزهاب اللي تمكن فيها النادي الأهلي بنرفوز بنتيجة 2-0 ابتدينا ناخد شوية الإيقاع الطبيعي يعني فترة صعبة جدا مر بيها النادي الأهلي في الشهرين الأخيرين كنا بنلعب ماتش تقريبا كل 3 أيام كانت قايمة الإصابات فيها عدد كبير جدا من الأسماء ومنهم الحقيقة لعبين كانوا مؤثرين جدا في غيابهم طبعا كان مؤثر جدا على مشوار النادي الأهلي أخص بالذكر طبعا علي معلول حمدي فتحي الاتنين دول حقيقة كانوا وصلوا الفورمة عالية جدا وكانوا اتنين من اللعيبة اللي قدروا أنهم يكون لهم بصمة واضحة جدا في مشوار النادي الأهلي حالة الإجهاد الكبيرة جدا اللي مش بس بسبب ضغط وتوالين ماتشاط في الفترة الأخيرة لكن كمان بسبب تلاحهم المواسم ودي نقطة احنا يمكن تكلمنا فيها وكنا أول ناس تكلمنا فيها من بدري جدا وحذرنا منها لكن خليني أقول لحرارتكم أنه إجمالا إجمالا نتيجة المرحلة اللي فاتت رقميا على أقل تقدير يمكن كتير من جماهير النادي الأهلي مش راضي عن الأداء مش حاسة دي كورت النادي الأهلي لكن رقميا الحمد لله الأهلي عدى بكل الفترة الصعبة وبكل المطباط اللي كان منها الحقيقة للأسف شديد جدا مطباط صناعية تحطت في مشوار النادي الأهلي يقدرنا نعديها بقى أقل خسار ممكنة وكان الأهلي دايما حاضر خصوصا في الأوقات الصعبة والمباريات الكبيرة وخص منهم طبعا مطش الزمالك ومطش ساندونز الأخير اللي أثبت فيه النادي الأهلي أنه الأهلي بما نحضر وأنه الأهلي ما يتخافش عليه كلام كتير جدا على المطش اللي جاي ومش بس على المطش اللي جاي يمكن على المرحلة اللي جاية لأول مرة بنلعب مطش كل أسبوع من فترة طويلة جدا يعني كلنا بنشوف الأهلي بيلعب مرتين وتلاتة في أسبوع واحد شفنا في المناسبتين وأنا يمكن اتكلمت فيهم في خلال ست أيام خاضر أهلي تلات مباراة فلأول مرة من فترة طويلة جدا بنرجع للإقاع الطبيعي الإقاع المنطقي اللي يخلي النادي الأهلي أو لعبت النادي الأهلي وجهزهم الفني عندهم القدرة أن هم ياخدوا راحتهم ويحضروا بشكل جيد ويستعدوا بشكل جيد للمباراة الجاية وهي مباراة مهمة جدا طبعا تاخد النادي الأهلي خطوة كبيرة جدا مع منافس أنا وصفته من بداية الموسم أنه المنافس الأبرز النادي الأهلي في مشواره في دوري أبطال إفريقيا مباراة سانداونز اللي انتهت ب2-0 شوط أول حسم النادي الأهلي لكن ده مش معناه أبدا أنه المواجهة انتهت مباراة بليتوريا هتكون في منتهى صعوبة أمام خصم الحقيقة ومنافس قوي وشوفنا المستوى اللي قدمه وشوفنا قدئين والفريق ده بيقدم كرة على مستوى راقي جدا ومستوى محترم جدا كان من الممكن الحقيقة أنه الأهلي يحسم النتيجة بشكل كبير قوي وبشكل يعني بنسبة 90% خليني أقول عارف طبعا ما فيش حاجة مضمونة في كورة القدم لكن فوز النادي الأهلي 3-0 أعتقد كان يغدو لبعيد قوي وكان يسهل بشكل كبير جدا من مهمته في مواجهة يوم السبت القادم وكان يصعب أكتر من مسئولية نادي سانداونز في التعويض خصوصا طبعا مع الخطأ الفادح اللي ارتكبه سيكازوي مش قصتي على الإطلاق أنه أنا أقول أنه فيه سوء نية أو أنه الخطأ ده عن قصد أو عن غير قصد رغم أنها مش الوقعة الأولى لسيكازوي مع النادي الأهلي وكان ليه وقعة شهيرة طبعا في نسخة الأخيرة النجمة التاسعة لحقا نادي الأهلي في مطش الوداد في المغرب والبنالتي الوهمي اللي اتحسب على محمد الشناوي لكن بصرف النظر هو خطأ فادح الحقيقة كان يكلف سانداونز مش بس هدف ثالث للنادي الأهلي لكن كمان كان يستدعي طرد الحارس أونيانجو ويحرمه من المشاركة مع فرقيته في مباراة العودة في جنوب أفريقيا اللقطة الحقيقة اللي يمكن اللقطة اللي حضرتكم كلها تابعتوها وشفتوا أنه اعتداء أونيانجو على محمد شريف في ظهره في لقطة للأسف وقمة الكوميديا يعني زي ما حضرتكم مش شايفين لقطة حسب تفاول على النادي الأهلي على الرغم من أنه الاعتداء كان شديد الوضوح وكان فيه تعمد في الإزاء يعني اللقطة دي مش لقطة جول كيبر طالع ياخد كورة عالية اللقطة دي لقطة جول كيبر طالع متعمد يأذي مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وبالتالي كان من المفترض أنه اللقطة دي تحسب ضرب الجزاء للنادي الأهلي وكان ينتج عنها طارد حارس المرمى أنا مش بس بكلم على هدف تالت مؤكد أنا بكلم على فرصة للنادي الأهلي أكبر للاستحواز وبالتالي كان ممكن جدا جدا خط تصير المباراة وبالتالي النتيجة تختلف جملة وتفصيلا نهايك بقى عن الجزائي اللي قلتها من حرمان أونيانجو هو حارس بالمناسبة واحد من أفضل حراس القرى الأفريقية حرمان ومن المشاركة في مباراة العودة عشان كده بقول خطأ فادح أعتقد أنه يستدعي وقفة وأعتقد كمان أنه الاحتجاج اللي تقدم بيننادي الأهلي فيما يتعلق بملف التحكيق هو حق أصيل للنادي الأهلي للحفاظ على حقوق ومش قادر أفهم برضو لغاية اللحظة إزاي البطولة الأكبر في القرى الأفريقية تقام على أقل تأدير في الأدوار خروج المغلوب بدون تقنية الفار مش قادر أفهمها ومش قادر أستوعبها خصوصا لما نبص على التمن أندية اللي بيشاركوا في دوري الأبطال أو اللي تأهلوا الدور التمانية هنلاقيهم من دوريات ومن دول متقدمة إلى حد كبير فأعتقد كان من الواجب على التحاد الأفريقي أنه يقوم بتطبيق تقنية الفار بداية على أقل من دور التمانية وهو خطأ نتمنى نتمنى إزاي كهنا بنفكر أن الكرة في أفريقيا تتقدم بيتهيئة لأنه علينا تفادي الأخطاء دي والإمكانيات أعتقد تسمح على أقل تأدير بداية من دور التمانية بتطبيق تقنية الفار في النسخة اللي جاي نرجع لموضوعنا ويمكن زي ما قلت لحضراتكم ناس كتير من جماهير النادي الأهلي وأنا بتابع وبسمع يهمني جدا يعني غياب الجمهور عن المدرجات للأسف شديد جدا خلى صوت الجمهور مش واضح غير على السوشال ميديا عشان كده ببقى حاريس جدا على متابعة أرأكم وأصواتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في كتير من الناس يمكن تكون مش راضية عن الفترة الأخيرة وعن نتائج النادي الأهلي وعلى مستوى وبصرف النظر عن النتائج خلي النتائج على جنب لأنه نتائج زي ما قلت لكم رقميا إحنا وفين على رجلنا ووفيش حاجة بإيد الآخرين كله بإيد ولاد النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي في الملعب الدوري إن شاء الله بإذن الله بعد ما النادي الأهلي يخد مؤجلاته تصبح صدارة بإذن الله للنادي الأهلي إفريقيا أعتقد بشكل كبير جدا أنه الأهلي قطع شوط كبير عشان يكون بين الأربعة الكبار اللي أعتقد أنه الجولة الأولى وضحت معالمهم إلى حد كبير الوداد بأعتقد أنه قريب جدا من التأهل المولدية كان أعتقد كمان قريب من التأهل كايزر تشيفز أعتقد شباب بلوزداد عفوا أقريب من التأهل كايزر تشيفز صبعا فوز صاحق على سينبا التنزاني بأربعة هداف والأهلي لمصر إن شاء الله بإذن الله دول تقريبا إن شاء الله نتمنها كده هيكونوا أطراف المربع الدهبي خلينا نتكلم على مستر المسلماني لأنه كان فيه كلام كتير جدا عليه في الفترة الأخيرة وخلينا نحط دايما في الاعتبار الظروف والمعطيات لأنه زي ما قلت لحضراتكم الأهلي مش بس عانى من إجهاد وتلاحم مواسم وضغط مباريات لكن كمان عانى من غيابات كانت مؤسرة جدا أعتقد أنها بداية مرحلة جديدة إن شاء الله بإذن الله نتمن خلال حقاة النهاردة على موقف المصابين في النادي الأهلي